أقام الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية سحب على جوائز الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية لعام 2017 ويلي كان تحت عنوان السلام المرورية وتفرع منه شعار مشوار حياتك كأهم موضوع للفعالية خلينا نتابع ونعرف أكتر عن هالجائزة بتقريرنا الجاي أطلق الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد توزيع جوائز مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية حيث اختارت اللجنة العليا للمسابقة السلامة المرورية للمشاة والسائقين والركاب تحت شعار مشوار حياتك أهم موضوعاً للمسابقة لهذا العام بهدف زيادة الوعي لدى كافة شرائح المجتمع وبخاصة أبناؤنا الطلبة في الجامعات والمدارس بأهمية الالتزام والتقييد التام بقواعد السلامة المرورية والحد من الخزائر البشرية والاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية المسابقة هي نوع من المشاركة المجتمعية ما بين وزارة التربية والتعليم وصندوق الملكة علياء وتعلمي بأن أكبر شريحة هم طلبة المدارس عندنا حوالي مليون وثمانمائة ألف طالب فمن خلال هذه المسابقة التي لها العديد من الأهداف ومن أهم أهدافها التأسيس لثقافة التوعية المرورية وكيف يتعامل مع الطريق وكيف تتعامل الأسرة كاملة مع الطريق ومع المركبة وبالإضافة لتعامل السائق وتعامل المشاء لذلك هذه ترسخ لثقافة نرغب في وزارة التربية والتعليم أن تكون موجودة عند أبنائنا هذه الثقافة تنتقل من خلال الطلبة إلى أسرهم كل واحد يتحدث إلى والدته ووالده وأخته وأخته ويصير هناك نقاش حوله وخاصة أن الشعار المسابقة مشوار حياتك أهم الآن فيما يتعلق في الجوائز مزارة التربية والتعليم من أكبر المشاركات لأن هناك لجان في مديريات التربية والتعليم البالغة 42 مديرية التربية والتعليم توزع وتروج لهذه المسابقة وهي طبعا مسابقة بأجر زهيد أو بمبلغ زهيد كذلك هناك مجموعة كبيرة من الجوائز أو الكوبونات تقدم مجانا للطلبة من خلال مديريات التربية ومن خلال الصندوق للطلبة الغير قادر العاشرة 8 ربع دينار تحديدا شارك أيضا في هذه المسابقة طلبة الجامعات والمجتمع المحلي الدكتور عاطف عضيبات من جهته أكد أن الجائزة تستهدف مختلف شرائح المجتمع ليكون أفراده مشاركين وفاعلين في عملية إحداث التغيير الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات وتوسيع الخيارات لمستقبل أفضل مشيدا بجهود وسائل الإعلام المختلفة لتعريف بالمسابقة والتوعية بأهدافها هذه المسابقة تهدف بصورة أساسية إلى نشر وتعزيز مبادئ المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي نحن في المجتمع ودائما نطالب بها لكن أيضا مقابل هذه الحقوق علينا واجبات ومسؤوليات لذلك تحاول هذه المسابقة بكل ما تستطيع أن تغرس لدى الإنسان الأردني بعامي ولدى الناشئة والشباب بصورة خاصة أهمية مبادئ الثقافة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية في كل عام نختار موضوع لهذه المسابقة العام الماضي تم اختيار موضوع المواطن الحق كيف نكون مواطنين بحق هذا العام ارتأينا أن نختار موضوع الثقافة المرورية والحوادث المرورية لقناعتنا أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تحدي كبير وتخطف حياة الكثير من الأبرياء في مجتمعنا لذلك ارتأينا في اللجنة العليا أن يكون موضوع المسابقة حول الثقافة المرورية وحوادث السير حتى نلفت انتباه شبابنا في المدارس والجامعات وبقية فراد المجتمع إلى خطورة هذه الظاهرة أولاً وإلى أهمية التعاون في الحد منها وهمية نشر مبادئ وقيم الثقافة المرورية المتعلقة بالاستخدام الآمن للطريق واحترام حق الآخرين بالاستخدام الآمن حتى بالفعل نصل إلى مجتمع آمن وسليم ومثل ما بتعرف أنه كانت هذا العام الهاشتاغ الرئيسي للمشوار حياتك أهم من أي شيء آخر شكراً إليك يذكر أن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد يعمل منذ أربعين عاماً على قيادة جهود التنمية الوطنية والتخفيف من حدة الفقر وتمكين المجتمعات المحلية في المملكة ويركز جهوده بشكل خاص على حقوق الفئات المستضعفة كالنساء والشباب وذوي الإعاقة فيما يسعى من خلال شبكة مراكز الأميرة بسماً للتنمية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام بتعاون مع المجتمعات المحلية والمؤسسات الشريكة